عقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا بقيادات وأعضاء الأمانة العامة لهيئة الرئاسة في العاصمة عدن وشدد الزبيدي على ضرورة مضاعفة الجهود وبدل الطاقات وصولا للعمل السياسي المتميز وأوضح الزبيدي أن الهيكل المرتقب للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتضمن استيعاب مكونات جنوبية جديدة بعد انخراطها سابقا في الحوار الوطني الجنوبي ومؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس بحزب سياسي بل هو كيان جامع لكل الجنوبيين